هاللويا رائع أنك تعلن بالإيمان الآن تتنبع على حياتك الآن من خلال كتاب المقدس الآن لذلك رائع أنه كل الناس تشوفوا إبليس يشوفوا رابع يشوفوا الآن بأنك تقف على هذه الكلمة هذه الكلمة كلفت كثير أنه توصل لألك يا أحبا تذكر دائما تذكر دائما وقط أعطيكم معلومة ما بتعرفوها معكم خبر أنه بس لسمة الألف وثمانمائية وثمانين بإيطاليا كان الشخص الذي يقرأ كتاب مقدس يقتل كان يعتبر عن بجدف لأنه لا يوجد حق لكن الكليروس كان يوجد حق تخيل الآن وصل لأيديك اليوم هاللويا ما كل راب الآن ما تطلع فيه هاللويا معي واحد معي واحد هاللويا مجداً لياسوع مجداً لياسوع إلى الآن في أماكن بالصين على فكرة يصوروا أصحاح من الكتاب المقدس ويوزعوا له بعض ليقروا له ما عندهم كتاب كامل إلى الآن إلى الآن والآن بدي خبرك أيضاً أنه هذا الكتاب من أكثر من مئة سنة الآن هو الكتاب الأكثر انتشاراً ومبيعاً في العالم هاللويا هاللويا ارفع كتابك المقدس هذا هو كتاب المقدس أنا أؤمن بكل ما يوجد به من وعود صالحة تأتي على حياتي بالإيمان باسم الرب يسوع لا يوجد فيه تشويش أنا جاهز أنا أستقبل كلمة الإيمان فيه روحي الآن التي تزرع في فطاة سمار تلاثين ستين ومئة سوف أتغير باسم الرب يسوع سوف أتغير شعب الله يقول يا رب الآن وصلي أنك أنت تقدس كلامك لألنا بروح القدس وأنك الآن تتحدث يا رب لكل شخص في هذه القاعة لكي تملأ كل واحد بحسب احتياج كل شخص يا سيد لمجدك وصلي دع كلامك الآن يأتي يا رب على أرض ضمأة يابسة لامأة فيها وينعش كل نفس باحتياج باسم الرب يسوع ولك كل شكر في هذه الكنيسة آمين سم آمين سم آمين هاللويا مجدا 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 هاللويا ما زلت أعلم عن تلميذ يسوع ومستدق أن تخلص هذه السلسلة لكي أبدأ بالتعاليم أو الأمور الجديدة اللي الله يريد أن يتحدث فيها إلينا في الأيام الآتية وخاصة أنه أشعر بأن هناك قوة للحياة في هذه الكنيسة أشعر بأن هذه العظام تحية آمين وأنا وأنت في بفمك في بفمك اليوم كلمات تجعل العظام الجاف فتحية في شيء أربع بس مستدقين يعني الباقيين ما بعرف بلك يمكن الآن في بفمك كلمات من الرب يسوع ممسوحة تجعل العظام الجاف فتحية آمين والموضوع الموضوع تذكر يا أحبائي تذكر من فترة تعلمنا عن الزهن وتعلمنا عن كل ما تفكر به هكذا الكل ما تفكر به هكذا هكذا على جسدك على حياتك الأمور النفسية يا أحبائي تنعكس على الحياة الجسدية مثل ما معك خبر بكل تأكيد تنعكس بكل تأكيد حتى الطب أثبت هذا الموضوع كذلك الكتاب يقول الشخص الفرحان بيشفي العظام الفرح الآن إذا أنت تفرح الآن بيشفاء لحياتك أليس هذا رائع نعم مش أنا اللي حكيت مش أنا اللي اخترعت هذا الموضوع الكتاب المقدس هذا حدث الشخص الخيفين بيبيض شعره ماذا قصر الشعر شخص الخيفين معدته يصير عنده مشكلة يصبح معه السكرة يصبح معه عصاب شخص القلق ماذا هذه هذه أمراض من وين جاية من حرب روحية الآن اعلم يا أحبائي بأن كل تحديات إبليس هي تحت أقدامك نعم لذلك ما هو الآن ما هو المرض هو جزء من حرب إبليس ضدك جزء من أنه يخلي الشيطان جزء من الأجهزة التي يستعملها الشيطان درجة هذه الكلمة اليوم جزء من المافيات التي يستخدمها من الوحش الريرة وظروف ويركب لك المسائل كلها تحت التي نكت عليك عيشتك لكن تعرف ما هو يعظم انتصاري بلذي أحبني في هذه جميعها في قوة للحياة لذلك إبليس لا يستطيع حاول أن يقتل يسوع الشيطان لكن تعرف ما هو يسوع قام قلتلك يسوع قام نعم والروح الذي أقام يسوع من بين الأموات هو ساكن بمكان ما مش عارفين وين هو لا وين هو وين ليش لكي يقيمك أنت معهم بمعنى آخر أنت بكل تأكيد بأنها تنتصر لأنه فيك روح الحياة صح نعم الموت لا يستطيع أن يهزم الحياة كما أن الظلمة لا تستطيع أن تهزم النور النور فيه قوة لكي يهزم الظلم صحيح الموت لا يستطيع أن يهزم الحياة قوة الحياة بيسوع هزمت الموت بشين هيك أين شوكتك يا موت شكرا الله من أجل حماسكم يعني فيه واحد عمدق سلولير ومجدان لي يسوع شو مناموا فيه بوبرو هاللويا طوبو نالين الله لتلكم أنا شفت كي لا تنفي أنا الله يريد أن يجعل هذه الحياة اللي في داخلك تعمل تسري في داخلك قوة الحياة تسري في داخلك قوة الحياة من خلالك تأتي بالحياة إلى البيت شفت شي مرة مثلا شخص بس يفوت على البيت بيملأ البيت حياة ها فيه مثلا عائلات بيقوله بس يفوت فلان هيك مدري شو يعني مزبوط بتحجو نال روحيا الله بدي يستخدمك بهذا الاسلوب بيملأ البيت بيشغل الدنيا ما هيك نال الله بدي ومحل ما أنت تروح روحيا أنت عم تملأ هيك عم تملأ عم تملأ وتشغل الدنيا أمين أمين كم أحد بقول أمين لكن مستحيل أنك تعمل هيك إذا أنت ملان جفاف وموت ومشان هيك الآن باليام الجاي سوف أتحدث عن قوة الحياة قوة الحياة قوة الحياة اللي بتخلي الجاي بصير أخضر مجدن 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 ومشان هيك جزء من المواسم الشيء اللي ربما بتشوفه أنه مات كليا فجأة أنا بيجي الربيع يبالش يرجع يطلع ليه؟ لأنه بالحقيقة اللي بتشوفه أنت الآن ميت بالحقيقة هو الآن يتحضر لموسم جديد تلميذ عن تلميذ حاللويا 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 مجدن وهذه هي السيكلة لتبالحياة كما ترى كما هناك مواسم في العالم المادي هناك مواسم أيضا في العالم الرؤي سوف تحدث عنها في وقته لكن الآن نتحدث عن التلميذ وليش عم نتحدث عن التلميذ هيك لا عم نحكي عم نحكي عن التلميذ لأنه نريد أن نتعلم بينه بالحقيقة اللي أنا وإياك شايفينهن أنه هن عمالقة إيمان بالحقيقة هن بشر وواحد من الآيات اللي الله استخدمها بحياتي تقرأ بيعقوب رح فرجيكم الآي قبل ما نروح مع بعض على على التلميذ اللي ما نحكي عنه اليوم بيعقوب الأصاح الخامس والآي السبعة عشر بقول فقد كان إلي بشرا مثلنا بديك تشوف هذه الآي لو سمحت مو المعروف شوف أخي أخذ لي شفت شفت يعقوب خمسة سبعة عشر قال فقد كان إلي شو لاحظ إلي لم يكن يرتدي ثياب زرقاء وعلي حرف اس من هون ورابط شرشة في أحمر وبطير شو مرة حضرت فيلم عن إلي أنه لابسة سوبرمان لا لا الكتاب يقول كان بشر مثلنا لكن لما بتطلع شو عامل إليا عامل أمور كثيرة مش مثلنا بس هو بشر مثلنا بشر مثلنا أغلق السماء ثلاث سنين ونص بشر هذا عهد عطيق يعني فيه هك ممكن يكون فيه هك شي قلت لأكيد ممكن يكون فيه هك شي كان إلي كان البشر مثلنا لم يكن سوبر إلي لم يكن هك لم يكن هيدا شخص يعني غير عن كل الناس اللي هي تقول قال أن إليا لاحظ كان بشر مثلنا وطلب من الله بالصلاة أن يحبس المطر وهكذا كان فلم تنزل على الأرض قطرة مطر لمدة سلاس سنين وستة أشهر ثم صلى صلاة ثانية فأمطرت سماء وأنتجت الأرض دمارها قال صلى وقفت المطر صلى رجع المطر صلى نزل نار من السماء صلى ما الفرق؟ أنا أصلي يا أخي أنا أصلي لكن لا أعرف إذا أنت تصلي مثل إليا يقولون أنه ينوي إليه إليا لا الله يقول أين الإليات اليوم لا مش الله إليا ما مجود لكن الإليليات الإليليليات ليس كثير أو إليل لماذا؟ لأشخاص الذين تصلي تؤمن بقوة الله تؤمن بأنه بالحقيقة لعب تصلي وصل على السماء وتتوقع لأنه لا ولاحظ إليا مساء لي صلينا ما صار شيء تايب خيي أليسا شبنا نعم وروح نلعب طاولة لأحط رأسه بين إجراء الكتاب يقول قال وصل الله وبعث إليشا على الوحشف للسماء ل 앞يają يا إليساها لا تتتوقع هل تخيي مانا يعطيا أين يصبح رأسه لبعث 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 المdan于 لديه التلفر لضيح لأنه يحتاج عندها فرسيين نحن في times لفي حيث فخير لديه الأشخاص عندما يتنقط sciences للمرض اصلا هي مش مامنة انه باتشفى نامرة رحنا لعند واحد قال بدنا روح بليس صلوله لامتله من روح لدوس هم رحنا صليني له حطيت يدي عليه نابل لسالي له ملتله شامبوان كتير قوي زبط له شعراته صليت بكل الطريقة سنتهرت ربط قيدت بعدين بعمين فاركت له هون البلكة بشي هون شرط باسم ياسوعة سنة نصلي 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 بالاخر في شير ربعا بيلي اللي خيسأله هدا زين تقول ليك سؤال انت بدك تمتلم روح لدوس قال لي لأ كذي قالوا يا اولاد الافاة بس نحن طب ليش ليش ما هني قالوا لي انه تصلي لنا خيسأ طب انت لش عم صلي لك ناوه في اشخاص كثيرة يمكن ما بتقول لا بس ضمنا نيلاء في اشخاص كثيرة طب لي يا خي انا مع بصير مع هيك لان انتي مابدك بلا بدي بلا بدي لا مابدك لانه في بقلبك جوه امور عب تقول لا للرب مع انه تمك عم بقول ايه مش ان هيك بقول الكتاب قال هذا الشعب يعبدني في شي فاهي لكن قلبه بعيد عني ومش ان هيك تربيع لأوقات نو صلي امور بالحقيقة لا نرغب فيها اصلا بس من صليها وبعدين تعرف شو منخرب الدنيا عمي كيف صار هيك بيلك راب انتي صليت اليها كان بشر مثل انا وقف السماء انه تمتر ثلاث سنين ونص بجع صلى ليه يعرف ماذا يريد نا بس تعرف كيف صارت القصة يا احباي الكتاب يقول بانه قعد بعد قليش عمرة ما صار شيء اثنين ما صار شيء تلاتة ما صار شيء اربعة ما صار شيء خمسة ما صار شيء ستة ما صار شيء كان تلاتة ربعنا بها الوقت كان يقس كما بصلي ما بيصلى سبع مرات بيوصلى تلاتة اربعة مرات مكسموم بعدين يقول يا يا خيي لو بدأت شتى غيمة ما هيك تنروح على خطة بي خطة بي الله مع بيسمع شوف شو ما نعمل نعم ما بدك تعمل شو بدأ اعمل كمل صلي انتي متأكد انه رب بده يك بده هذا الامر بحياتك نعم اذا كمل صلي طيب طيب ليه ما عم بصير فيه اعاقة ما كمل صلي الان لكي تراه يتحقق في حياتك مش مهم شو هي هذه الاعاقة هناك قوة عند الله الان تزيل كل الاعاقات ما بفرقاني معي شو الاعاقة ما بيدخل معك بحوار وتاريخ الان تقعد تخبرني اسد حياتك ومش عمل لك بيك بستك ومرتخالك وجدك نعم ما بفرقاني معي ليش تصار معك بالماضي تعرف شو حلو عن الماضي وعن خلفيتك بانه ورا ظهرك هاللويا نعم الان انت ابن اليوم نعم ابن اليوم الان يملك قوة في فمه الان ان يتحدث الى الجبال فينبغي ان تطيعه اوه هاللويا شكل شكل رائح كشتين اليوم هاللويا اوه مجدا 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 شو هذه الاي الرائع بولوا سأل نحن فرحون دائما قال نعمل كمضللين لكن نحن صادقون قال نعم كفقراء لكن تعرف شو نحن نغني كثيرين نعم كيف في شخص يضل بالارتفاع دائما كيف يضل فوق كيف يضلك عايش دائما منتصر كيف يضلك عايش من مجد الى مجد بكل بساطة انك تدرك من هو الاله لانت تتابعه تدرك ان هو في داخلك تدرك من هذه الظروف اللي انت شايفها بعيونك الان هذه الامور اللي انت شايفها بعيونك الان هي الى حين لان ما نراها الان هو الى حين أما الأمور التي لا نراها فهي أبدية لأننا لا نسلك بالعيان بل بالإيمان بولوس كان عنده حياة مسلية وسهلة بولوس كان سهل يقول هكذا لأن كل حياتهم قضاها من قتل للآخر كل الناس شو حلو بولوس بدأ تكون محل بولوس نرى إنجازات تقوله ماذا يفعل؟ ضرب بالعصي ثلاث مرات تحطمت به سفينة مرة أخرى أقول له مرة أخرى وأقول مرة أحد يعني تخيل بهذا الوقت هذا الوقت سفينة تخيل مرتين وقع فيك طيارة أنه أنا كلما أخرج بطيارة توقع له ما معاون تخيل تخيل قال لكن تعرف شو إن كان أحد يحترق أنا لا أحترق لا 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 أنا لن أتأثر إن كان أحد يرتخي أنا ما برتخي مش أنا ليه أنا فرح دائما هل تعرف شو بقول بالكتاب الكتاب يقول قال له أننا واثقون دائما طال وحدها كله إنني واثق دائما أولى بإيمان أولى بإيمان مش تقول له أولى أولى أنا واثق دائما حدم إيمان اليوم كم مؤمن فيه هون اليوم الله عطاني إرسالية أول ما دعاني يقول له عاز إيمان أينما تذهب عاز إيمان إلى أن ترى مؤمنين ينبغ على المؤمن أن يؤمن لأنه المؤمن مفروض أنه يؤمن كيف يكون مؤمن إن كان لا يؤمن سوحلو أنت مؤمن بس لا تؤمن إذن كيف أنت؟ مؤمن مؤمن إننا واثقون دائما حاليويا حتى شعار هيك حتى شعار على كل يوم الصبح بتوعيك تشوف إننا واثقون دائما مجد دائما أنا واثق دائما صعب تلاقيني سهاك أنا تعبين شمال صعب كثير صعب 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 تلاقي إني مش مفسود مش رح تثبت لأنني واثق دائما فرحان دائما إيه لأنه أنت ظروفك تمام يا أسيسي يعني إني إيه لك إن شو بدك حسن خليني إيه لك لا 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 الموضوع الفرح لا يأتي من الظروف لو الفرح يأتي من الظروف كنا كلفنا خطرك من زمان لكن الفرح يأتي إنني واثق دائما السلام يأتي بأني أعرف ملك السلام وأني واثق دائما 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 مجدا ليسوع نعم روح أسأل بولوس رسول وهو بعرض البحر 24 ساعة 24 ساعة بعرض البحر تكسرت فيه السفينة خالي واحد يسبح لعنده بولوس هل أنت واثق؟ وبعدين يظهر بولوس يرى قرش جاي عليه أنه لحظة دعني أرى لك إذا واثق بعدني 24 ساعة إلى 24 ساعة قال في عرض البحر ليل نهار أنا أستطيع أن أعملها بالنهار لكن لا أستطيع أن أعملها بالليل هل يمكنك أن تخيل نصف البحر بالمحيط هل يمكنك أن تخيل أنت عيش كل الليل يطلع عليك الضوء و أنت ما ما لا يعرفني سأضعك على الشاط تصبح ماشي لأنك تعودت أنا أحبب أن تذهب و أنت بعدك واثق دائما مرة كان المعتر يوعظ وفجأة ببالش يشوف الدبشات جاي عليه حجار الرجم أمو حملو الأخوة حطوه برات المدينة صلوه لقام رجع فات على المدينة لماذا؟ أنني واثق دائما لا عيأس لا أفشا واثق دائما واثق دائما واثق دائما مؤمن دائما أمو حليلويا مجدا 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 أخبطوه بالعصة ماذا؟ واثق دائما واثق دائما عمو يجلدوه شفتوا الباشن درتوا الفيل مرتين أكل أبط رسول هيك تسعة وثلاثين جلدة تخزق ظهري يعني أنك تحيب أن ترى منظر ظهره للرسول بولوس هذه الخبيط يا أخي لا يفهم الزنبي رجبينه أنت تفكر أن الاضطهاد الذي تتعرض عليه ماذا صعب؟ قالت خبيط مرة؟ بالعصة بالعصة لا أتحدث عنه الآن بالعصة يعني بالأصب يعني كثبتوا ييه ضد ضد ليس هذا الذي يتحدث عنه لا عصة يعني كسروا له عظامه فكرت فيها شيء مرة؟ لكن ما؟ نحن واثقون دائما دائما التعرض لإخوة دجالين لربما هل أكتر بتجرحك منظرك مش محمي إخوة دجالين لكن تعرف شو؟ حربي مش ضد الناس حربي مش ضد الناس حربي ضد إبليس صباح حربي بارك كل الناس أنا واثق دائما لا أحد يستطيع أن يقف أمام خطة الله في حياتي أعلن هيك اليوم هاللويا مجدا 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 الله يريد اليوم أن يملأ الكنيسة بمؤمنين بأشخاص تعرف من هو الله وماذا يستطيع أن يفعل الآن إدراكك للحرب الروحية في إدراكك بمن هو الله أولا وشو ممكن الله يعمل من يعرف شو الله بيقدر يعمل لا سواني لأن سواني بديك تفكر هيك كل واحد يقعد تفكر شو ممكن الله يعمل بيقدر بيقدر يعمل شيء الله ها فيش حالة بيقول أنه عنده الله بيقدر يعمل كل شيء بيقدر يعمل شيء ها نبيس لك سؤال هل الله أقوى من الشيطان ما سمعتكم يعني في ناس مش متأكدين كان سؤال تاني هل الله أقوى من الظروف نعم حتى وصلت في زلم المرحلة هالبولوس أنه يقول قال الكتاب يقول الحتى أن لمتنا قلوبنا الله أعظم من قلوبنا أنا ما بسلك بشو حتى بشو شاعر الله أعظم من أنا شو شاعر هلأ ما فرقني ما أنت شو شاعر اليوم شاعر شيء بكرة مشعور به أو بكرة رح تشعر بشي تاني آخر ما هيك لكن الله بقي مثل ما هو 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 أمسا اليوم وهلا لبد الله هو ذاته صح الله بتغير شيء ما بسمعكم يا قديسين تغير شيء ما بتغير ما بستيني انت اليوم بسيني خاص واحدة بزيالة اليوم أنا قلت الله اليوم هاللويا أنا حسيت مني أنا عادة تقتصبني دقد ق dem barre اليوم أنا قلت الله هاللويا حسس حسس هيك به ربي باكر الله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر اليوم نريد أن نتحدث عن التلاميذ يا أحبائي نتحدث عن التلاميذ لكي نتحدث أن الله يستطيع أن يستخدم ناس عاديين بإرسلية غير عادية الله يستطيع أن يستخدم أشخاص عاديين إن صدقوه في الإيمان يستطيع أن يحول حياتهم من حياة عادية إلى حياة قوية إلى حياة غير عادية إلى حياة غير مملة إلى حياة مليئة بالإنجازات مليئة بالتحديات مليئة بالإيمان ومليئة بكل تأكيد بقوة غير عادية تملك عليهم بالكامل الله يستطيع أن يستخدم ظل بطرس الله يستطيع أن يستخدم ثياب بولوس الله يستطيع أن يمسح التياب اللي عم تلبسها الله يستطيع أن يمسح الخيال اللي أنت ماشي فيه الله يستطيع أن يمسح كيانك الله يستطيع أن يمسح نظراتك قاله أس بولوس نظر وراء في شخص إيمان فقال له الآن قم أحمل فراشك وامشي وفي الحال فعل مجدا الله يستطيع أن يستخدم أشخاص بهذا الأسلوب لأنهم إن كانوا بشر لكن الذي فيهم غير عادي الذي فيهم يحيا بشكل غير عادي يستطيع أن يحول يستطيع أن يمشي على الماء يستطيع أن يوقف دوران الأرض يستطيع أن يغير الأزمنة والأوقات الله يستطيع أن يستخدمك اليوم بطريقة غير عادية إن كنت تنتمي إليه اليوم إذن أنت تضع يدك أنت المحدود بإله بيد إله غير محدود حللويا إذن السماء حدودك لا يوجد حدود للذين يسلكون بالإيمان لا يوجد حدود للذين يصدقون الله الله يبحث يعني بدور بعيونه بالأرض قال عيناي الراب تجولان في الأرض يبحث عن شخص يبحث عن واحد اللي نعم بيأمن فيه أنا محلك بالله يا رب وقف دور أنا هون أمين أنا أؤمن يا رب أنا أؤمن بأنك تستطيع أنك تخلق من حياتي شيء ما أنا أؤمن يا رب أنك تستطيع أنك تجعلني قوة للحياة بالحقيقة أنا أسمعوني جيدا يا حبائي هناك أشخاص اللي ربما عم بتعاني في قلب المجموعات أقول أنا كيف الراب بدوا يستخدمني بين 12 أنا أصلا كيف أنا مش عم بعرف إربح واحد للرب أنا ما عم بعرف كيف قدم الإنجيل لشخص واحد أسمعني جيدا الآن الموضوع سوف يكون طبيعي جدا لما بيمتلئ فيك الحياة شخص الملان حياة بسهولة بتلاقيه صار مصمر بسهولة لماذا؟ لأنه فيه حياة نا أتذكر أول إيمانك أول إيمانك فجأة رب استخدمك أكتر بكتير من مهلة ألا ربما تعرف لماذا؟ لأنه بالأول كان فيك حياة أكتر من هلأ هل عم تسمع لي اليوم؟ نا وين راحت هذه الحياة؟ شو صار بهذه الحياة؟ بالحقيقة بسبب الظروف بسبب الأشواك بسبب تحديات العالم بسبب لربما في منكم بسبب غنى العالم بسبب لربما شهوة العين ترف المعيشة كل هذه الخنقت هذه الحياة وصار إنشغالك بالحقيقة بدل ما أن تحيا إنشغالك بالحقيقة هو أن تسدد احتياجاتك صلواتك مركزة على هذا الموضوع قال أنتم عندما تصلون الرب يسوع المسيح ما تكونوا مثل هيدول المرأين أبوكم السماوة بيعرف شو بدكم قبل ما تطلبوا حدا عم تسمع لي الآن يا أحباب؟ قال ما بقى تقعد تصلي مثل ما كل الناس بتعمد لكن صلي هيك صلي أبانا ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك صلي هيك لأنه الله إزجارك أنك أنت منشغل بأموري فجأة راح تدب الحياة فيه هو ينشغل بأمورك هاللويا مجداً ليسوع مجداً ليسوع مجداً ليسوع طالما أنت منشغل بمرضك منشغل بمشكلتك منشغل بظروفك منشغل بمعاشك بمديرك منشغل بأمور كثيرة مش راح فيك تسمر منشغل بأمور كثيرة الله الآن يريد أن يملأك بالحياة أحباك شخص اليوم أريد أن أتحدث عنه واحد من التلاميذ لهو ليس شخص جيد نقعد نحكي عنه لكن بالحقيقة نتعلم منه أمور كثيرة هو يهوذة الإسخريوتي ومثل ما قلت لكم بالأسبوع الماضي أحباك تحدثنا عن تلاميذ كثير وكيف الله استخدمهم بين هذول اتناعش بين هذول اتناعش قرب نقق يهوذة يعني أنا بتخيل بتخيل كيف يسوع نقق يهوذة بين كال الناس الموجودين نقق يهوذة على فكرة يا حباك مثل ما قلت لكم خير رجع لكم شوية القشة اللي حكيتها لأسبوع الماضي يهوذة من التلاميذ كان الوحيد اللي لا ينتمي إلى نفس المنطق اللي بنتموا مننا الـ 11 البقيين الـ 11 البقيين بنتموا لنفس البوطة ونفس الحي يهوذة كان ابن مدينة كان ابن راقي كان كان بيعطي يأكل بالشوكو السكين يعني هذو كلهم بيأكلوا بإيديهم معيك يهوذة كان شخص مثقف كان شخص عنده معارف كان لربما بالمنطق البشري للأشخاص اللي إذا أنا بدأ نقق أشخاص اللي يكونوا تلميذ كنت أول واحد كنت بنققيا يهوذة بالمنطق البشري كان أكتر واحد بينفع أن يكون تلميذ للرب يسوه هو يهوذة أكتر واحد بينفع بسبب معارفه بسبب بسبب تأثيره على المجتمع بسبب أنه شخص يده طايلة واصل عنده وصايت عنده معارف عنده مال مصقف فهمان يتحدث لغات كل هذه المسائل كانت جزء من شخصية يهوذة وأضف على هذه كلها بأنه كان رجل يعتقد بأنه وطني حزبي ينتمي إلى حزب الغيوريين بمعنى آخر كان ينتمي إلى المعارضة ليس إلى كان ينتمي إلى هاي أعلنت لخالد هلا يوم ينتمي إلى الجميع النس بتحبهم مفروض هيك معي ينتمي إلى الأغلبية الصاحقة من المجتمع لتريد أن تتحرر من الطغيان الروماني تريد حرية والسيادة والاستقلال هاللويا يعني هاللويا نفس الموضوع يعمل من أجل هذا الموضوع من خلال ما عارفه لكن البشع بالموضوع يا أحبائي أنه جزء من هيدول الناس يعمل على الحبلين تعالش يعمل على الحبلين يعني ما عنده مبدأ في حياته واضح هو مع الشخص اللي بيعمل له مصلحته معي الآن يا أحبائي وأشخاص كثير يعني إذا نفوت بالسياسة اليوم خلينا برات موضوع لكن أشخاص كثير في العالم مثل هذا اليهوز هي معك النهار بتكون واقف صارت ضدك النهار اللي أنت بتضعف هي معك النهار اللي بتكون عم تطعم عشرين ألف بتصير ضدك لما أنت بتروح الصليب هي معك النهار اللي بتوقف وبتمشي على الماء النهار اللي بتعمل معجزات وبتقيم ألي عازر بتروح بتوسر صورك وبتخبر كل الناس عنك بأنك أنت إنسان رائع وخلينا نعمله حزب ونمشي وراه لكن فجأة بتصير ضدك النهار اللي بتقلهم إنه هناك صليب وهناك جلد وهناك ثمن يدفع من أجل خطيط البشر لأن ابن الإنسان لم يأتي لكي يسيس العالم بل أتى لكي يخلص العالم يهوذة ويا ما أكتر اليهوذات اليهوذات الذين ينتمون إلى أي شيء فقط من أجل مصالحهم اليهوذات ينتمون إلى أي مكان ويفعلون أي شيء إذا بيعرفوا إنه بالآخر هن رح يوصلوا لمكان ما في عندهم أجندا مخباية دايما عندهم عندهم غاية في نفسي عقوب ما بتعرفها والمشكلة بالموضوع إنه لما بيكون معك بيبين لألك إنه كل شيء تمام كل شيء تمام كان المشكلة يا أحبائي بأنه يبني لأله خريطة يبني لأله في الوسط أمور خاصة به اليهوذات اليهوذات يهوذة نقي يسوع يهوذة نقي يسوع حتى هيك أشخاص يسوع بحبهم نحن أسألك سؤال هل أنت تقابلت معاك أشخاص في حياتك وجرحت منهم عندي خبر لألك يسوع يحبهم نحكيتك عن شخص عن زعران مثل يوحن ويعقوب وليد الرعد يسوع حبك يسوع يسوع حب ناس مثل اندراوس متدينين يحبوا دائما مروحنين يسوع حب هك ناس يسوع حب ناس مثل فليبوس فرسيين ناموسيين يسوع حب هك ناس أيضا يسوع حب وحب مثل متى عشار اخر همه الدنيا كلها تقش وفقش وكاس عرق يسوع حب هك ناس ومراكز يسوع حبه لمتى يسوع حب يا حبا أشخاص ما بتحب تتعاطى مع الحات مع الحات يا رب أوصل على البات في هك ناس بالمجتمع مسالمين قالوا تم يأكل ما قالوا تم يحكي ما رأيك مثل ما أنتم بدكم يا خي أنت ما رأيك ما بعرف بدكم يا تروحوا أنا أنا من إيدكم هيا في هك ناس يسوع حب هك ناس يسوع حب هك ناس هاللويا من أجل يسوع يا أحبائي ما الذي كان يبرهن يسوع من خلال هيدول اتناش بأن الجميع مقبول لديه لكن ليس الجميع سوف يخلص والمشكلة ليس أنه هذا لن يخلص لأنه لم يكن له فرصة المشكلة أنه هذا لم يخلص بسبب أن في قلبه أمور لم يتعامل معها بعد هذا 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 يسوع اليوم المشكلة يا أحبائي ليس بكيف تعيش المشكلة بكيف يكون قلبك الكتاب يقول قلب نجيس من يعرفه هذا يسوع اليوم تعرف بدك من يعرف كلمة الله بدك من يعرف قلبك بالحقيقة الوحدة كلمة الله استقرأ بعبر نين أربعة القادرة أن تميز أفكار القلب ونياته تعرف ما في قلبك تعرف نيات قلبك تعرف لم يكن هناك الكثير أشخاص مفتكرين حالهم وعظمين لا يقرون الإنجيل لا يقرون الكتاب اليوم يقرون الكتاب سأخبر لك أنا ماذا نجيس ماذا ماذا يحاول ثم يحاول أنه يغير غير موضوع كيف لم يقرون الكتاب سيطلع شيء يفرجي لك ماذا في قلبك ماذا في قلبك كلمة الله مري أحبائي عندما تظهر فيها تظهر فيك وعادة سترى الحقيقة ستستطيع تنكر هذه الحقيقة لا لا أنا لا لا أنت هكذا لماذا رأيت أحد قدام المرئة هذا لي أنا ماذا تقول عنه عادة ها لا أحد يقول شيء ماذا يقول لا هذا لي أنا لا يمكنك تقول لكل العالم أنه لي لي قل ربما يصدقوك لكن لما توقف قدام كلمة الله كيف تقول هذا لي أنا الأفضل يا أحبائي الأشخاص ما بدأت تتواجه مع حالة ما بدأت تتواجه مع ما فيه بقلبة ما بدأت تتواجه مع أنه هذا الموضوع اللي بقلبك عم يمنع عنك بركة الله عم يمنع عنك خطة الله لحياتك مين يعرف أنه كان في خطة لحياة يهوزة أعظم من الخطة اللي انتهى فيها يهوزة مش معمول لي ينتحر يا أحبائي لكن الذي في قلبه الذي في قلبه تعرف ما قال عنه يسوع أنا اخترتكم لكن واحد منكم شيطان تخيل يسوع عني هكي قال أنا نقيتهم كلهم بس واحد شيطان لحظ ما قال فيه شيطان قال هو شيطان أديش الله يكره هكذا نوع من قلوب مع أنه يحب البشر رب أديش يكره أشخاص مسيسة مشكلة يهوزة بأنه لابس مليون قناع مشكلة يهوزة بأنه مفتن مشكلة يهوزة بأنه دائما كان يتزاك على الرب ويتزاك على الآخرين مفتكر حاله فهمين كثير مشكلة يهوزة مشكلة يهوزة أنه مش إيشع شيء في هذا العالم غير حاله أناني هذه مشكلة يهوزة مشكلة يهوزة بأنه بالحقيقة يريد أن يستخدم كل العالم من أجل المصالح الخاصة بدعوص على العالم كله حتى لي يوصل للبد يهوزة لأنه مش مهم حدا مهم هو هذه مشكلة يهوزة لن دعوني فارجيكم عن ماذا يحكي حتى تقول افزت كثير يا سي سوف فارجيكم من الكتاب مقدس لأن نحن كتابيين استقرأ معي الآن ب إنجيل يوحنى قل هللوية إذا تريد قل شيء طوول بس حتى شكرا هللوية أنا وأنتم فريق رائع على صاح السادس من إنجيل يوحنى البشير يوحنى الحبيب هيقول يوحنى الشيخ يكتب هذه التفاصيل ويروي لنا قصص عن يهوذة لاحظ الكتاب يقول بالصح السادس من يوحنى ويتحدث قال عندما يسوع تحدث عن أنا أريد أطعمكم جسدي وشربكم دم صح تحدث يسوع للتلميذ وفجأة الكتاب يقول بالأي ستين فلما سمعه كثيرون من تلميذه قالوا ما أصعب هذا الكلام من يطيق سماعه فعلى ما يسوع في نفسه أن تلميذ يتزمرون فسألهم أهذا يبعث الشكوك في نفوسكم فماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلا حيث كان قبلا وبعدين تقرأ طبعا عن يسوع يحاول أن يشرح للتلميذ يقرأ يقول بالأي خمسة وستين ثم قال لذلك قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إليه إلا إذا وهبه الآب ذلك من أتباعه من أتباعه ولم يعود يتبعونه أتخيل بإنجيل يحن تقرأ تقرأ بالإصحة الثانية قال في كتير رح فارجيك أي الآي 23 من الصحة الثانية من جيل يحن قال وبينما كان في أورشالين في عيد الفصح آمن بإسمه كثيرون إذ شهدوا الآيات التي أجراها شفت أنت باتلة لأي لكن لأي لكن هو لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ولم يكن بحاجة إلى من يشهد له عن الإنسان لأنه يعرف دخيلة الإنسان أنا أسألك سؤال لربما تشوف فوع بعض الأحيان لربما تشوف أشخاص أوف هذا فجأة يعني فيش مرة هذا منكم تفاجأ بواحد كان يقول أوف هذا كان ألسنة وينط وكلها شي بعدين شفتوا ما قالوا دخلي بحياة الرب وعيش كليا بالعالم شايف هك شي أشخاص نقطب ماذا الذي حدث راب يعرف دخيلة الإنسان نعم ربما يفاجأ كلك بس الرب ما تفاجأ بتعرف شو قال رسالة يحن الأولى قال هذا أصلا لم يكن معنا لأنه لو كان معنا كان بقي معنا أصلا هذا لم يكن مننا لأنه لو كان مننا كان بقي معنا ولأنه لم يبقى معنا هذا يعني بأنه لم يكن أصلا مننا هذا عم سمع لين قال لأن الله يعرف دخيلة الإنسان نقرب يسوع المسيح استحدث هذه الكلمات قال تركه كثير من تلميذه بتعرف ما أجعل يا شباب طولوا بالكم عم نمزح معكم لا 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 أن نرى ما قصتكم سأذهب لنزوركم دعني نذهب ونبدأ خدمة الزيارات حتى نرى ما القصة لم يوجد أشخاص لا يتبين نذهب يا يا لا 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 سمحونا تطولوا بالكم بكرا نذهب لنهار لأحد نجلب لكم كعك صحيح لا يسوع لم يفعل هذا يسوع لم يفعل قال تركوا تلميذه وفلوا كثير من أتباعه مثل يحنى المعمدان يحنى المعمدان قال وقف بالصحراء وهو بدأ يحكي تجيع للناس صار يشجع الناس يحنى المعمدان بالصحراء قال ونظرة للأشخاص اللي كانوا يتبعوه بالصحراء لهيدول اللي بيحبوه كل يوم يحنى يحنى ما يعني ما قال لهم يا أولاد الأفاعي قال عم يشجعون يعني ما حلو وهل عم يشجعك يا ابن الحي وانت بتتشجع حليلويا لماذا يا أحبائي لأن الله ما عنده مشكلة مع البشر عنده مشكلة مع دخيلة البشر شو في قلبك تلي أنا نشكر الله كله صافي تعرف شو أنت حتى ما بتعرف شو في قلبك لأن الكتاب يقول القلب نجيس من يعرفه بعد تعرف شو في بقلبك خليك بالكلمة كل يوم تعامل مع هذه المريل عم تكشف شو في بقلبك كل يوم وشي نحنى أنا وأنت محتاجين أن نضل على يعني على محاسبين لذلك أنت تحتاج إلى الكنيسة تعرف لماذا هناك الكثير أشخاص لا تحب تكون بالكنيسة لا تحب لا تحب أحد يعرف ما في قلبك لأن عندما تكون جزء من الجسد بعد فترة طويلة ستبدأ نفضح ما في قلبك لذلك هناك أشخاص أول عندما نفضح ما يجب 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 لأن لا تريد يعرف ماذا يقلب هم لا تحب لا تحب لا تحب لا تحب لا تحب يا أحبائي الكنيسة سمعوني جيدا نعلم أيضا نهار الثالثة كل ثالثة نعلم عن العلاقات وأسبوع الماضي جبت سيرة العادة السرية وجبت سيرة أشخاص مقصورين بخطية الشهوة تعرف ما جزء من أنك تنتصر على هذا الموضوع بحياتك تعرف كيف تنتصر على هذا الموضوع بحياتك أنك تظلك تحت حساب ورقاب مراقبة مراقبة أولا من كلمة الله اثنين مراقبة من الأخوة مراقبة من الناس حول منك تعرف أنك تخلي واحد بحياتك دائما يسألك شو عملت كيف طلعت كيف بشيت أنه في ناس عم تقل لك شي حدا عم تسمى علي الآن يا حبائي منه فجأة أنت هذا الموضوع بلاش يموت وانا كسرت عن جد عم تعيش بالأداس المسيح بدوياك تعيش فيها نعم وشين هيك الناس استهرب لأنه مبدأ لأنه الكتاب يقول ليش الناس تعال هيك قال لأنه تحب الخطية أكتر ما تحب البر لكن تعرف شو يسوع اليسوع أحببت البر وأبغط الاثم الله بدو يملأك اليوم بهذا القلب أن تبغض الاثم سمعوني جيدا صعب لبل مستحيل تقدر تنتصر على الخطية إذا أنت بعد ما كرهت لا لا لم أسمعت ما قلت ما قلت حدا حدا حابب يحسم ينتصر هيك شي عم بعز بوسني ينتصر حدا نعم مش رح تقدر تنتصر إذا ما كرهت إذا ما حسيت نع تشوف مثل ما الله تشوف 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 عندك حرب تكره 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 الله اليوم يريد أن يملأ قلوب تحب البر نقوة كيف أن تبدأ تحب البر بأن تبدأ تفضح الإثم بقلبك كيف تفضح الإثم بقلبك بينك تكشف هذا القلب قال الرب يسوع المسيح قال له تلميذ لاحظ قال وانتو يا تلميذي لقية ستة وستين لقية سبعة وستين فقال للاثنين عشر تلميذا نعتخيل يعني وعز وعزة في كثير ما طلبوا الرب لما وعز الوعزة في كثير قرروا أنه يتركوا الرب منيح 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 لا منيح لاحظ طلع بالاثناش بعد في عنده اثناش طبعا أكيد كان في مجموعة لكن طلع بهذه الأقرب المقربين لأله طبعا هذول عيش معهم لأعد هو إيهن كل يوم وقال وأنتم أتوردون أن تذهبوا مثلهم شو هاليسوع هذي أخي إذا أنتم كمان يال فرد مرة موضة لكن لاحظ الكلمات عند يسوع ايه اثمان وستين أجابة بطرس يعني رغم أنه بطرس حك وجه لكن بحكي إشي حلو بصيب بطرس قال ثم قال ثم أقال بطرس ثم جابه بطرس ثم بطرس قال ثم وقف وقال ثم بطرس أتى وقال دائما عم بيحكي بطرس فأجابه بطرس إلى من نذهب يا رب وعندك كلام الحياة الأبدية نحن أمن وعرفنا أنك قدوس الله فقال يسوع أليس أنا اخترتكم أنتم الاثنين عشر ومع ذلك فواحد منكم شيطان أشار بهذا اللي هوز بنسمعان الاسخريوتي لأنه من الاثنين عشر يعني عم بتخيل أنه فلوا ناس بيس شوفوا المنظر لو سمحتوا يا أخوي حتى لي اليوم ننهي الموضوع نحكي أن الله راد الأسبوع القاضي عن شي مفرح عن تلميذ كويس يعني لاحظ الآن بالاثناش قاعدين هيك بعد نطلع فيه يسوع وأنا بأمن أن يسوع كان بلط الشهو هذا يلا أنتم كمابك تفلوا لكن بطرس يا رب ليش عم تحكينا هيك جرحتني يا رب نحنا نحبك نحنا أمن أنك أنت ابن الله أنت قدوس الله عندك كلام الحياة لو أين ما نروح تركنا أولادنا ونسوين ما تبخز ناش لو أين ما نروح نحن وفجأة يهو دقاعد هناك عم تخيل أمين أخ بطرس نحن تخيل بعدين يسوع لكن واحد منكم شيطان منو هالأزعر يهو منو الرزي نحن يمكنك تخيل أنه يهو دا عم تسمع هذا الحكي لكن ما بينهز بلا أحساس يمكنك تخيل نحن الآن سؤال هل كان في شي عم يبين على يهو زب هداك الوقت أنه إنسان شرير بيروح وبروح نحن رائع بعض والأحلى من هيك أنه البعاطون اتنين اتنين ليروحوا على الضيع ويشفوا المرضى ويحرروا ويحرروا ملبوسين بأروح شريرة بتعرف مين راح وبتعرف شو عمل عمك يهو يهوز راح صلى شف الناس حط يد وطرد الشياطين للآن اسمعني جيدا كيف هذا يعمل كان ممسوح ممسوح تعرف أين تنالوا المسح لما ارتفع المسيح هل عم سمع لي الآن يا أحبا ولا واحد متلميز كان ممسوح بس كيف كان عم بصير شو عم بصير انهم تحت الغطاء سمع سمعني عندما تكون تحت الغطاء اذا كل ما تستطيع الجماعة تفعله تفعله حتى لو انت كنت شرير تحت الغطاء واليوم اريد ان تأخذ هذا الاعلان اذا ما اخذت هذا الاعلان شخص ليس تحت اي غطاء هو في خطر انما حتى لو شخص شرير تحت غطاء يستطيع ان يفعل اكثر من شخص صالح خارج عن غطاء غطاء من رب يسوع مسحة من اللي كان تعمل يسوع سلطة من الهو قد اعطهم سلطانا سلطة من هذه اللي كان تعمل سلطة يسوع قوة من هذه اللي كان تتجلى قوة يسوع رؤية من رؤية يسوع خدمة من خدمة يسوع اسمعني طالما انت تحت غطاء طالما انت تستطيع ان تتحرك بقوة لكن الغطر بهذا الموضوع انه الذي يأتي على هذا الغطاء يأتي عليك انت ايضا عشان هيك الان في اشخاص لما كل شيء يكون تمام بيكون تحت الغطاء لما هذا الغطاء يتعرض لقصف من الارواح الشريرة بينزل تحت الغطاء ويرتح لغير محل بتعرف ليش بيرتح عندي خبر لقالكم في اشخاص ممكن انه تغادر هذه الكنيسة او تذهب لأي مكان اخر وتحس انها منطلقة وفرحانة وعند امور كتير اكتر بكتير من قبل هللويا تحس كأنه غم ونشيل عن قلب بتعرف ليش لانه راح لانك الضغط اللي جاي على هذه الكنيسة او الحرب اللي كانت على هذه الكنيسة حالك منطلق لكن تعرف قديش راح تضل هيك ست شهر تمام شهر سن لانك تريد ان تكون جزء من غطاء لانه لا تستطيع ان تأكل دون غطاء مبدأ الغطاء هام جدا يا احبا طالب لحدك لان اللي تغطى الآن يبدأ الغطاء يا احبا يبدأ الغطاء برؤية بأعلان قيادة الله از اراد ان يستخدم الله از اراد ان يفعل اي شي على هذه الارض كان يختار اشخاص وشان هيك الكتاب المقدس يقول الله اقام في الكنيسة اشخاص مخ سو سين قول معي اشخاص مخ سو سين مخ سو مخ اشخاص مخ سو سين مجددا اشخاص مخ سو سو سين ضعاف يمكن تعبنين يمكن ما باعي ابراهيم مع انه ابراهيم راح باع مرت زلمي تخيل انت اصلا فات لعند واحد بعدين تقول ليه خد مرت لانه في اشخاص يمكن بيعملوه هلا بس والهللويا لكن الله اختار ابراهيم الله اختار ابراهيم الله اختار يعقوب فكرت فيه الله نقى يعقوب المحتل يعقوب كان محتل اوانتج شارلتان اوانتج شخص محتل الله اختار يعقوب وغير يعقوب اذا فيه امل امين الله نقى ليه يعقوب ليه لا ليه لا انه ليش ليش يعقوب انه اش معنى يعقوب عن كل هيدول الناس خي الله كيف بدون نقى حدا نقى يعقوب ليه يعقوب تخي تب ليه لا لانه اذا نقى واحد تاني كده رح تب ليه هديك تب هم بدون نقى حدا تب المين لانه ليه هيدا وانه تقول لا تب نقى هيدا غير اجب تب ليه هيدا ليه لا الله يجول ويبحث وهب ينقى وبتعرف شوية احبا اوات الله بالطري ينقى تالت احسن شي لانه اول اثنان مطاع لما رب قاد نبي هذه الكنيسة قال لي انت تالت واحد انا كنت تالت خيار عند الرب شكرا لرب انه لم اول خيار عنده حيوال يتهرب مني مرتين نا اول مرة ممشي الحال نا اثنان مرة ممشي يا الله اول شكرا لانه تخيل السماء با ذاك الوقت عم ترى ملائك رحمة سار يقول له سار يقول له للرب ماذا تنقى لسأ خربة لا اعمال اعمال شو ما نعمل يعني بنا نقع حدا بس انه ما نلاقي فيه حدا اعمال يلا من نقع شو ما نقع من ناخد هالريسك يعني الله الله بياخد ريسك اوات انا بامن انه انا اخد ريسك كبير لما نقعني هاللويا مجدا لياسوع لكن تعرف شو كل المجدا له كل المجدا له نحن نرى قديش انت لا شيء تعرف قديش هو اليه عظيم جدا 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 هاللويا الله اختار والله اختار يا هو نا استقرأ بالصاح السابع من يوحنى وبسرعة مجدا مجدا قلت لك سابعة اثناش بقصد اثناش اقرأ بيوحنى اثناش يما اثناش قال وقبل الفصح بستة أيام جاء يسوع إلى بيت عنيا بلتة ألي عازر الذي أقامه من بين الأموات فأقيمت له وليمة عشاء مثل العادي يعني جماعة ألي عازر أصحابه ليسوع بيت ألي عازر ومريم ومرتا هو الأصحاب ولاحظ كان عنده أصحاب مش تلميز بل أصحابه يعني يسوع كان بشر لكن إنسان كامل قال لكم نمروا عند بيت عنيا فجأة أول ما راح وصلوا مريم بلشت تتبولي مرتا بلشت تتقص ودبح له ألي عازر طبعا بعده قاموا من الموت الزلمة بقى أعمل له حفلة وصار في وليمة بالضيعة وأخذت مرتا تخدم مثل العادي وكان ألي عازر أحد المتكئين معه فأخذت مريم مننا أي ثلثة لتر من عطر النردين الخالص الغالي الثمن لاحظ قبل كانت شو عملت مريم كانت بس تقعد عند إجراء هذا المرة قال أنا بدعمه شيء تاني عند إجراء طورت تقلت لبعد أبعد اللي هو العبادة هذا موضوع آخر ما بدي فوت فيه لكن أنك تكسر طيب عند إجراء يسوع غير من أنك بس تقعد عند إجراء يسوع هذا شيء أخه هذا بينه ليلين يمكن حدا أكل نجد هلأ أعطيته أعلان لك خدله بعدين فكر فيه الآن ثم لاحظ نشاهد موضوعنا الآن ودهنت به قدمي يسوع ثم مسحتهما بشعرها فملأت الرائحة الطيبة أرجاء البيت كله فقال أحد التلاميل وهو يهوز الإسخريوتي الذي كان سيخون يسوع لماذا لم يبع هذا العطر بسلاثمائة دينار توزع على الفقراء نلاحظ الآن الآي اللي بعده ولم يقل هذا لأنه كان يعطف على الفقراء بل لأنه كان لصا يعني بمعنى آخر أشخاص بيقولوا الشيء المميح بس بقلبهم في شيء غلط هذا عم سمع لي الآن يا أحبا بتلاقيه عم بقول اف منطق يا خي مظبوط بيبين أنه كل العالم أنه لك هذا شو يهوز مبارك أنت بين الرجال لك يا هوز قلبه شو كبير بده يحطه بسندول محتجين لكن قال الكتاب لم يكن آخر هامو كان فقراء يا أحبائي اليهوزات تستغل أمور الخدمة من أجل أن ترفع نفسها مجدًا 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 أجل أن ترفع نفسها تستغل أمور الخدمة تقتنص الظروف الجيدة حتى ليصير عندها اسم قال لم يكن يقول هذا لأنه كان يهمه الفقراء بل لأنه كان لصًا كان يسرق من الخزينة قال لك إذا نبيع ونحط بالخزينة ساروا بجيبك يا أحبائي استغلالك للغطاء ينبغ أن يتم في طريقة خدمة الجماعة استغلالك للمسحة ينبغ أن يتم من أجل بنيان الجسد بنيان الجماعة النهار لتبلش تصير استغلالك للجماعة من أجل بنيانك أنت في خطر استغلالك للموقع في ناس الزمنات تجربة اسمي وتقولون أنا أنا خدمت صورت معك مرة خدمت مع الأسيس فلان من أجل أن تبني حالة أو شوفوك بيأخذوا الصورة أن تبني مشروعة سمعني جيدا يا أحبائي أنت معمول من أجل الجماعة الجماعة ليس معمولة من أجلك نعم ومن الذين لديوا هذه الأفكار الأشخاص الذين دائما رأي أنها حالة والناس والناس كلها لا ترى شيء آخر مثلا هناك أشخاص يقعد في بيوتها تحقد أن أجلت مرة إلى الكنيسة لا أحد سلم علي أنا أسأل نفسك سؤال اليوم دخلك أنت ليش ما سلمت أحدا طيب ما هي شيء متبادل أنه أنا ما أحد أسلم عليك أنت اليوم ما أحد سلم عليك سوزان طيب أنت لماذا لم أسلمت أحدا ها لماذا لم أنت سلمت أحدا لا أنا كان لازم هني يسلم علي لماذا 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 أنت تروح تسلم أحدا لا مولوما أنا شو شو لا بس أنا صار للجمعة أقعد بالبيت هون ما أجيت على الكنيسة صار ومرتين ما أحد أنتبه لماذا أصلا أقعد بالبيت أنه عم تجربنا شو بدك أنه ما حدا نقش أزهرني دخلك هلأ هالمئتين تلاتمئة أربعمئة واحد كلا ياتون بيشوفوك أنت وانت آخر همك أربعمئة واحد مين مفتكر حالك أنت غريب هذا منطق اليهوز هذا منطق الشخص اللي يريد بالنسبة لقاله الكنيسة ليست المكان اللي فيه يعطي ويبارك الرب هو المكان اللي قد ما فيه يقدر يأخذ نهار اللي بيبط اللي يقدر يأخذ يصير بلازم يتحمل مسؤولية بيفريكا نهار اللي بيلاقي أنه صار في ضغط صار في حروب صار هو حاسس أنه موقعه بيستفيد أكثر بمحلات أخرى بيستفيد أكثر بأي شئ بيعمله بتلاقي ذهب إلى هيداك الأماكن ده مصلحته هناك ده عم بيلعب سياسة مين هذا فكرة يهوز لم يقل هذا لأنه كان يحب الفقرة نقوي أشخاص قالت شيء جيد بحجة بأن هي ولو ولو هذا الجباك بس يبقى قلبك من شيء كانت فكر أنت هل عم تحكم على قلبي لا مش أنا عم بيحكم على قلبك الكتاب عم بيحكم على قلبك لا بس أنا أنا أصد الفقراء فكر مظبوط عن جد أصدق أصدق مظبوط الخدمة أنا بدي روح بدي روح لهنيك صلي للناس صلي للناس حتى لي يقوموا صلي لهيدول حتى لي بدي روح أعمل هيك حتى لي يتمجد يسوع عن جد بدك يسوع يتمجد فكر مظبوط أنا حاسس إنه في حدا تاني بده يتمجد لا لا أنا بدي أعمل هيك حتى لي تنتشر كلمة يسوع متأكد إنه هي كلمة يسوع البدا كيها تنتشر إنت ولا كلمة حدا تاني نأس السؤال الكنيسة يا أحبائي الكنيسة المسيحية اليوم هي الآن واقعة تسير يهوزات سياسات موجودة في الكنائس تعمل بالخفاء بقلوب خبيثة للأسف أنا أسيس عملكم الكلام أنا بعرف بالضبط عن شو عم بحكي لكن تعرف شو في كنيسة حياة الفياضة هذا الموضوع لن يعمل باسم المسيح يسوع مهما كان السماء لن يعمل غريب غريب كيف تتسلل الأفكار اليهوزية إلى قلوب البشر غريب أنه لما كانوا بكنائس تقصية أو كانوا بين كنائس أخرى ولا مرة واحد تفكر منه أنه يكون عنده دور ما هيك ولا مرة تفكر كانوا يفوتوا يسوع نايم ما نوعي يقفوا يوقفوا 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 بعدين فلوا صح تقولوا هل هو تبركنا اليوم صح لكن فجأة أول من الناس صارت مؤمنة ودخلت على كنيسة يسوع وصارت جزء من عروس يسوع فجأة صار عندها مصالح فجأة صار عندها غيات فجأة كل الناس فجأة البشرية يكونوا وعاز قليلة إذا أنا مش معقول تخيل الكنيسة فيها 300 أسيس فيها شعب واحد و300 نزلين بهالشعب قليلة قليلة أنه قليلة ما أسأل سؤال الآن يا أحبائي ما أسألكم أنا كثير واقح يعني صريح درس الوقاحة أسألكم سؤال تعرفوا ناس الإيمان خرب لهم بيتهم كانوا أحسن قبل الإيمان نعبر لك بصراحة لماذا لأن فجأة عيش بأفكار غريبة بيع أمور كثيرة ما كانت من الله عمل أمور كثيرة ما كانت من الله ترك إشة كثيرة ما كانت من الله عيش حياة ما كانت من الله ادعى إشة ما كانت من الله وفجأة لماذا من رب والكنيسة والمؤمنين كيف هيك صارت حياته استيقظ أيها النائم وعاه إذا تقرأ بالكتاب القدس ترى أن هناك الكثير أشخاص تعرف بالكتاب القدس بالعهد الجديد تلات مرات أو أربع مرات الناس أخذوا نبوات تخيل ماذا يعني يعني سيقول كنيسة أولة 50-60 سنة تقرأ بالإصحاح بالعهد الجديد خيشاربير مرتين أو ثلاثة في ناس أخذوا نبوات في عنا نحنا هون كل يوم الرب يكلمون مليار مرة يا زلمي فاتحين خط سلولار قالوا تيني يسوع واللزة كل يوم قالوا بيحكيهم شي غير ما اللي كان بيحكيهم اليوم شو دربت البورسة معك اليوم الرب بده ييني يا خي شباك لا لم تتعيش طبيعي طال وحدا يقول عيش طبيعي يا زلمي شباك عيش طبيعي لكن حب يسوع حب يسوع بشغلك حب يسوع ببيتك شوف شغلك عيش ليقى يسوع خدمه النهار اللي بده يقوم أكتر من هيك تعرف شو الرب مسؤول انه يعيشك ويقودك هللويا مجدا افتح بيتك لقاله استقبل اخويتك اعطيه عيش حياة ايمان كون محب لكن لماذا الغايات في نفسي عقوب لماذا هذه الغايات واخيرا تقرأ حتيلي مطول عليكم بعد اكتر من هيك تقرأ انه يهوذ قال باخر لما راح سلم يسوع اراح عمل صفقة قبل مع الفرسيين تيبيعو مين كان بيقول انه لو يهوذ كان وطني متموع بالدع انه هيدا الزلمة خطر بمنطق يهوذ هيدا الزلمة خطر انه كان مفروض يحررنا من الرومان طلع الزلمة مش هيك قصده الزلمة عب بيحكي بشي ما عم نفهم كتير عليه عم هيت لقى هيدا خطر على المجتمع هذا صار بكرة نايب او وزير بكيرسي يعني بخلينا نطير هاي فكرة يهوذ صح كان فيها عملها بشكل وطني انه يروح يسلم لكن ما عملها هيك قال خلينا فرد مر رقبة حق قال وراح لعند الفرسيين وقعد عمل معهم صفقة الكتاب بيقول قال وسألهم قديش تدفعوا لي اذا بسلمكم يسوع نابد اسألكم سؤال يا أحباء هذا كان يسوع هذا كان مين يسوع نعم بدين نهب هالفكرة مع انه عندي كتير اشتبعات اولى بس ما بقى في وقت والشابيب لازم نبعتهم قبل صياحة الضيق بسأل سؤال بس سؤال واحد حدا بقول انه يسوع عمل شي غلطة بحياته على الأرض مين بقول كان كامل يسوع وشان هيك هوا زق زقامت بالليل سؤال الآن مين بقول من البشر كامل اذا واحد اليوم كان كثير قريب منك اذا تطلع عنك مين يقول انه فيه سلمك لا بيعرف اشي عنك قريب منك فيك تقول انه واحد يروح لك ماذا تعطوني اذا انا بسلم كم شاربي الليل فاكر فيها للسوان فاكر فيها للسوان هل هذا كان جيد لانه قلب الله اسمع ليس ليس المشتكي مشان هيك يا هو زكان شيطان قلب الله هو الشفيع انك بدل ما انت استخدم امور خيك لتسلم تستخدم امور خيك لتشفع لقلو انك تعرف اش عن خيك تتصلي له مش تروح سكت عرفت اش عملت محمول اش اش اذا تعزميني على الغد الليلة بخبرك اكتر بعدين اسكوتي هذول المصاروة بيعدوا يحكوا يحكوا وبالاخر بتقولك مالناش دعوة نحنا شو خاصنا دع الخلق للخالق يعني خلينا بالاخر نبعم خلينا سلموا للراب خلينا سلموا للراب يعني حرام حرام بس دعنا سلموا للراب انه منطق اليهو مثل احبايا منطق الذي يسلم الاخوة لذلك تيم باخر الايام كثير ناس بتنعسر بتروح بتسلم بعض البعض احذر نفسك انك تكون تنعسر يوم الايام تروح تسلم اخواتك للشيطان تحاول هك بس تعرف شو انه اله الحياة الذي يسكن فينا هو يدافع عنا ونحن نصم تعال اله يا مجد 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 رح بيكون في مكان لكلمة الله بحياتك رح بيكون في مكان للجماعة بحياتك لأنه جزء من حياتك بالجماعة بيخليك تصير شخص عم بيقدم حساب دايما عم بيقدم حساب تحت مسئولية أعلن إيمانك بأنك لن تزيح عن الغطاء كل واحد الآن ارفع يداك وعلن إيمانك مهما كان الثمن لن أزيح عن الغطاء لأنه هذا الغطاء هو من الراب على حياتي كل واحد اعلن إيمانك اعلن إيمانك بقوة الآن بقوة بقوة ما توقف فيك عن تفرج علي لكن اعلن اعلن بأن حياتك تتغير محتاجي خطوات منك محتاجي أنه تلاقي مكان لكلمة الله فيها محتاجي أنك تلاقي مكان للكنيسة فيها مش رح تقدر تتغير لحيالك بالبيت بدك تغير مزبوط كيف تعرف أنك تغيرت إذا ما احتكيت بالإخوة لحالك ما بتخطي بين الإخوة بتبلش بيّن الفضايح بين الجماعة بيبلش بيّن قلب الخديع الجوة من جوة بيبلش يطلع الأشياء بين الإخوة لأنه طالما أنت عايش بين الإخوة بيبلش يبيّن الأشياء اللي فيه يا يا حبائي أنا أكتر شي بيبيّن حياتي لما بكون بين الجماعة هناك ناس لأنه ما بدون حدا يعرف شو فيه جوة ما بتعرف شو أحسن أنه يطلعوا يا أحبائي لكي تتحرر وخاصة يطلعوا قدام أشخاص بتعرف أنه بيصلولك بيحبوك الرب وضعهم رعاة على حياتك الرب وضعهم ناظريين نظار على حياتك وعلى حياتك يسوع بيحبك يسوع بيحبك يسوع ما بده يفضحك يسوع مش قلبه يفضح حدا يسوع قلبه أنه يرفع أنه يشفي قال لأنه هكذا جاء ابن الإنسان لكي ينقض أعمال إبليس هاللويا 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 مجدا 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 ليسوها خلو نصلي بروح القدس صلي بروح القدس وصلي بروح القدس يروح الله تعالى ارفع ايديك لشخص لين يروح الله عمول بحياتي اليوم ساعدني ساعدني يا رب مجدا لك يا رب حاللويا حاللويا نعم اعلن هيك كل قلبي لك اعلن من قلبك لان كل حبي لك كل فكري وحياتي لك وحياتي اللي طالين على اللقاء خدوا ايدين بعضكم البعض لو سمحتوا الآن اعلن محبتك لشخص اللي حدك ايك كل واحد طلب حدو بتسمله اللي ربي باركك مبسوط انه طالعنا وياك اليوم كل واحد طلع بالحادث حتى لو ما بتعرفوا لو ما بتعرفوا بتسمله ما تخاف انه هذا خيك هاي اختك لين لشو مبسوط انه طالعين سوى اليوم طالين انت قابل مع يسو حاللويا امين ارفعوا هيك ايديكم مع بعض لين اخضعوا لك احيا ملكك احيا ملكك دعم يا ربي لك عمري لك عمري يا يسوعي لك من جديد الان اخضعوا لك اخضعوا لك احيا ملكك احيا ملكك لك عمري يا يسوعي لك نعم يا رب اعلن انه يا رب انا مش يا رب مش مصاحب الكنيسة احباي ورب مش عم يتواعد مع الكنيسة ورب مش خاطب الكنيسة ورب مزوج الكنيسة ولانه هو عريس نفسك وهو عريس نفسك وملتزم فيك هل أنت ملتزم بكنيسته مثل ما هو ملتزم فيك أعلن الآن يا راب العرسين بقولوا لبعض هيك قريبا رح نزوج خينة إليه هنقول لبعض بالمرض بالصحة بالفقر بالغنى بالقلق بالسلام التحديات بالانتصارات بالأفراح بالأطراح بكل بكل الأمور أنا لألك وأنت لألي الآن يا رب لما بيكون كل شيء تمام أنا ملتزم فيك و بكنيستك لما بيكون كل شيء مش تمام أنا ملتزم فيك و بكنيستك لما بتكون مختنة أنا ملتزم فيك و بكنيستك لما بفتقر أنا ملتزم فيك و بكنيستك لما الظروف تكون جيدة أنا ملتزم فيكو بكنيستك لما بتكون ظروف عاطلة ومنشفة ملتزم فيكو بكنيستك لما بكون شاعر أنا ملتزم فيكو بكنيستك لما أكون مش شاعر أنا ملتزم فيكو بكنيستك للآخر يا رب وأن لامتنا قلوبنا الله أعظم من قلبي الله أعظم من ما أنا أشعر الله أعظم من أي شيء آخر أنا معك إلى الأبد يا رب الآن 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 تعالى أفعل هذا جميعا خلين صلي مع بعض يا أحبائي